أستاذ أسعد رحبتك بمشهد المشهد الذي رأيناه بالأمس من جانب حزب الله قبل الحديث عن ما رأيناه من جانب إسرائيل هل ينبئ بأن حزب الله قادر على الدخول بمرحلة جديدة اليوم من المواجهة مع إسرائيل أم أنه اليوم نحن نتحدث عن أقصى القدرات بحسب ما هو ظاهر لا ليست أقصى القدرات لديه حزب الله لديه قدرات أكبر من ذلك نوعيا وكما ولكن حزب الله يدخل بالتقصيد وشبه مرغم في معادلة محاولة منع إسرائيل من تنفيذ تصعيد عسكري أكبر يعني حزب الله في الموقع الاحتوائي على الرغم من كل ما أصابه من ضربات قاسمة سواء بالنسبة لاغتيال فؤاد شكر وقبله اغتيال مئات الكوادر والعناصر ومنهم قياديون ميدانيون على جانب كبير من الأهمية وصولا إلى ضربة البيجر والسلكي التي كانت بمثابة ضربة نوعية في موضوع القيادة والسيطرة عند الحزب كونها طالت فرقة الردوان وصولا إلى الاغتيال الذي حصل في الضاحية بالأمس وبالتالي لنتصور أنه على الرغم من كل هذه الضربات لم يقم حزب الله إلا بخطوات شكلية وصورية للقول أنه رد بعد اغتيال فؤاد شكر رد حزب الله بطريقة شبه مسرحية يعني كان الرد بعد هندسة أمريكية إيرانية وأطلق بعض الصواريخ نفذت إسرائيل ضربة وقائية واكتفى الطرفان بالموضوع يبدو أن الحزب إلى الآن يحسب خطواته إلى الأمام خطوة خطوة لماذا؟ لأنه يعتبر أنه ليس من مصلحة الحرب ويعتبر أنه من مصلحة حماية الورقة الأساسية الهامة بين يديه وهي موضوع المستوطنين وأشعال الجبهة بطريقة متوازنة وليس إتحت الفرصة لإسرائيل لكي توجه له ضربة أكبر فإذن بالأمس ختاما هنا بالأمس عندما وجه ضربات بالصواريخ التي أسمها فادي كان يقول أنا أعطي جرعة إضافية لكي أمنع إسرائيل من أن توجه لي ضربة كبيرة وإذا ما اضطر سيعطي جرعة أكبر لكنه مستعد للعودة إلى وضع المساندة وإلى ما كان يسميه قواعد اللعبة القديمة ترجمة نانسي قنقر